أظن كلنا بنستخدم أبليكيشنز مش كده كلنا بدون استثناء كلنا تقريبا أي حد بيستخدم تليفونات زكية بيستخدم الأبليكيشنز أي أن كان نوع الأبليكيشن أنت بتستخدم أبليكيشن طيب النهاردة أنت استخدمت أبليكيشن اسمه يلا طبعا لأ لسه أقولك ليه عشان النهاردة كان حفل إطلاق تطبيق يلا أول سوبر أب فائق الزكاء في مصر بيقدم أكتر من 160 خدمة طيب إيه أنواع الخدمات مثلا خدمات بريدية خدمات اجتماعية خدمات مالية ده على سبيل المثال للحصر طبعا ده على الهواتف أو التليفونات الزكية ده ضمن استراتيجيتنا في مصر للتحول الرقمي الرقمنا وبالتالي تصبح الخدمات الرقمية واستخدام التطبيقات التكنولوجية تبقى طول الوقت في نطاق استخدامك في خدمتك تحت أمرك التطبيق بيستهدف بالمناسبة خدمة كل فئات المجتمع الكل دون استثناء كل الأعمار السنية هتقدر أنها تستخدم هذا التطبيق على رأسها كمجرة العادة الشباب اللي هم الأكثر دائما استخداما للتطبيقات والتكنولوجيا وهكذا الهدف هو توفير الاحتياجات المختلفة زي مثلا أحول مرتبي زي مثلا خدمات الإداع زي مثلا خدمات السحب خدماتها هو حاجات مصرفية جدا إرسال الحوالات فاكر أنت الحوالة بتاعت زمان اللي كنت تقوم بعضك وتنزل وتروح تعمل الحوالة وتاخد الوصل والحوالة تروح للشخص والشخص يروح بعد كده على المكتب ويستلم الحوال حدوتك لا الكلام ده بعد كده هتلاقيه على التليفون بالإضافة لخدمات تانية زي بتدفع فواتيرك زي تشتري عبر الإنترنت وطبعا أنت هيجي لك المكافأة لازم هذا طول الديني المكافأة نقاط حضرتك بقى تقدر تستفيد بهذه النقاط في أنك أنت بتاخد قسائم الشراء هتاخد بقى حاجات تقدر تشتري بها من محلات مختلفة وبضائع مختلفة برضو خصومات مختلفة خدمات كتير هتلاقيها عن تطبيق أو على تطبيق يلا بالمناسبة تطبيق يلا فاز بجيزة الابتكار لسنة 2021 من اتحاد البريد اليورو متوسطي واللي بيضم 15 دولة أحكي لك ولا تشوف التقرير أنصحك تشوف معايا التقرير ده حلو مفيد يعجبك تطبيق يلا يقدم حزمة بارية من الخدمات المالية تعتبر نقلة نوعية في مدمار الشمول المالي وفي نوعية الخدمات المالية التي يقدمها البريد للمواطن المصري تمتد لتشمل كل خدمات التحولات والسداد والتجارة الإلكترونية والقروض الصغيرة ومتناهية الصغر والتأمين متناهي الصغر والقروض الاستهلاكية كل هذه الخدمات وغيرها الكثير الاستثمار في البورصة بمبالغ تبدأ بمئة جنيه كل هذه الخدمات وغيرها الكثير باتت في راحة يد المواطن يتحصل عليها بتغطى زر من خلال تطبيق يلا الذي يطلقه البريد المصري اليوم النهاردة البريد المصري فخور بإطلاق الخدمة خدمة تطبيق يلا سوبر أب يلا سوبر أب هو تطبيق بتقدر تنزله على المحمول بتاعك بتحصل على خدمات مالية خدمات مصرفية بتقدر تقوم بعملية تحويل من حساب لحساب بتقدر تدفع الفواتير بتقدر تستخدمه في الشراء التجارة الإلكترونية بتقدر تستخدمه في شراء الأدوية كل ما تحتاجه تقدر تقسم الفاتورة بتاعتك أنت وزميلك أنت وأصدقائك تقدر أيضا تعلن لأصدقائك والمعارفك اللي منزلين الأبليكيشن دي أن أنت في احتياج لفلوس وبتجي لهم رسالة وبتجي لهم صوت يقدر يصرف منه ويحول لك الرسالة النهاردة التطبيق ده بيكلم الشباب وبيكلم كل المستخدمين بيكلم عملاء البريد اللي أكتر من 25 مليون عميل وإن شاء الله يكلم كل الجموع الشعب المصري التطبيق سهل جدا استخدامه بيدعم الوجه باللغة العربية واللغة الإنجليزية من خلال التطبيق بتقدر تعمل حوالات بتقدر تعمل مدفوعات بتقدر تدفع فواتير التطبيق كمو ممكن تعمل له برمجة كمان ويدفع فواتيرك كل شهريا تلقائيا وفيه خدمات تانية غير مالية زي ما كلمنا خدبينها خدمات تجارة الإلكترونية بتتبراوز الابليكيشن وبتشوف مئات الألف من المنتجات وتدفع بأكارد يلا وبتوصل لك المنتجات من خلال البريد المصري على البيت اليوم بنشوفه نحن بالسوق المصري عم تكبر وعم بيكون سوق فيه ديناميكية كتير خاصة ليه النتورك لبعا فيزا أو شبكة فيزا مهمة للفينتكس لأنه نحن بنجمع كل العناصر شبكة المدفوعات وأكيد منساعد الفينتكس أنه تكبر وتوصل لعدد الأكبر من الشرائح والمستهلكين وخاصة الناس اليوم اللي ما عندها وصول لخدمات مالية فأكيد هذا بساعد على الشمول المالي بكل الدول اللي نشتغل فيها وخاصة اليوم مع هذه الشراكة بمصر لا ده تطبيق رائع المسألة بقى كمان دخلت فيه مسألة أنك انت عن طريق يلا تقدر تعمل قروض تقدر تعمل تأمين مش بس كمان انت بتعمل كل حاجة وتقدر تإنفست أو تستثمر في البورصة حاجة محترمة جدا نحيى عليها قطعا البريد المصري قطعا مما لا شك فيه نحيى عليها قطعا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحيى عليها قطعا كل واحد قعد اشتغل في التيم اللي عمل تطبيق يلا برافو 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 حاجة محترمة فعلا حاجة تشرف حاجة تسهل علينا ملايين المعاملات أو خليها يا سيدي آلاف المعاملات اللي انت بتقوم بيها في حياتك حاجة كويسة جدا جدا ترجمة نانسي قنقر